مالك محتاج للاعبات في يناير؟ طبعاً محتاج يعمل فلترة للتعديمات اللي جابها النهارده لما يكون عندي على البنش سامسون أكنولا وعندي على البنش يسي في الدين الجزيري وبلعب بنهارده باثنين ولاد صغيرين يوسف حسن ويوسف قسامة لبيه أنا بحرق لتنين الزمالك محتاج مهاجم زي ما تكرمنا على الاهل مهاجم بكواليتي مهاجم الزمالك محتاج لعيب مركز ثمانية تاني لكل اللعبة محترامي لهم في وسط ملعب الزمالك دونجا عمر السيسي محمد أشو كلهم لعبة مركز ستة ما عندهمش حد يقدر يشتغل إمام عشور لو غاب أزمة كبيرة ولما بيجيب بتبقى أزمة كبيرة في الزمالك محتاجين لعب مركز ثمانية نفس البوزيشن اللي أهلي محتاجه محتاجين مهاجم صريح نفس البوزيشن اللي أهلي محتاجه ومحتاج أنه يحدد قناعاته هل هو هيعتمد على مصطفى شلبي خلال الفترة اللي جاية في الجناح الشمال لأن البوزيشن ده عمال حط في يوسف وثمانة بي اللي هو في الأساس مهاجم وحط في يوسف حسن قبل كده اللي هو في الأساس شادو سترايكر فمحتاج يحدد قناعاته إذا أراد فعليه أنه لازم يدعم لو هو ما عندهش قناعة كبيرة جيس فالدو فريرا بمصطفى شلبي أعتقد أنه كمان الزمالك محتاج جناح أيصر وأخيرا زاهير أيمان تلاحظ إيه؟ نفس البوزيشنز اللي فيها مشاكل عند الأهلي هي نفس البوزيشن اللي فيها مشاكل عند الزمالك هي نفس البوزيشنز اللي عندنا فيها مشاكل في الجودة داخل الدور المصري فنهاية ربنا يكون فعون فيتوريا ربنا يكون فعوننا فيما هو قادم لأنه لا في محتاجين شغل كتير جدا جدا